والتأهل بنقطتين كده يعني هل ممكن ان احنا نقول حيصعب علينا المرحلة القدمة ولا ايه من وجهة نظر حضرت اكتر شوية كمان اهوان ده احنا منتكلم على المجموعة دلوقتي بقت السويد مصر ومكدونيا السويد اربع اربع نقط مصر نقطتين ومكدونيا صفر والمجموعة الناحية التانية المجموعة المقابلة لنا احنا من ناحية التانية فيها الاتحاد الروسي لكرة اليد وفرقة الاتحاد الروسي لكرة اليد وسولفينيا وبلا روسيا دولة الثلاث مجميع دولة الثلاث فرق اللي احنا هلعبهم في المجموعة الناحية التانية اللي معنا فبالتالي اه لو احنا منتكلم على الاتحاد الروسي داخل باربع نقط سوري ثلاث نقط وسولفينيا داخل بنقطتين زي مصر والسولفينيا داخل بنقطتين وبلا روسيا داخل بنقطة واحد يعني السويد كده رقم واحد السويد رقم واحد بلا اه سوري الاتحاد الروسي رقم اتنين مصر رقم تلاتة آآ بعد كده سولفينيا بعد كده بيلاروسيا وبعد كده مجدولة. طمام. ده الترتيب اللي موجود دلوقتي. طيب. ايه اللي هيحصل بعد كده? المفروض ان احنا هنلاعب التلات فرق اللي موجودين معانا في نفس المجموعة اللي هم اللي هي اتحاد اول وده اهم ماتش بالنسبة لنا ده اللي لازم نكسبه. الماتش ده وبنسبة كبيرة جدا. لو احنا كسبناه هناخد النقط بتاعت يعني هناخد النقط بتاعته هنركبه بمعنى بالبلد يعني هنركب النقط بتاعته. نبقى تاني واحد بعد المجموعة. وبنتمنى طبعا ان السويدي يحصل لها اي دروب من الماتشاطة التلاتة اللي هي هلعبوها في نفس الوقت. لكن سواء السويدي حصل لها او ما حصل لها احنا يعني نعمل احنا نطلع اول او تاني في المجموعة ديت. علشان نقابل المجموعة اللي هي اي وبي و سي و دي اللي هما لسه يتحدده. على ذكر المجموعات هل هل لاحظت ان فيه مسلا مفاجأة ما كانت غير متوقع من وجهة نظر حضرتك شخصيا حصلت حتى الان ولا كل الناس اللي اتآهلت او اتصعدت للدور الرئيسي كلها متخبات منطقية جدا ومن العدل ومن المنطق ان هما يكونوا موجودين في في المكان ده. سؤال مهمة او يا كريم بس هو سفر لا مفيش حاجة حصلت غريبة معادة تونس. تونس محتوطة مزنوقة في مجموعة اقوى شوية قوية شوية وعندها مطش النهاردة بالنسبة لها اه حياة وموت. هي لازم تكسب الفرقة اسبانيا. اسبانيا واحدة من قوة العظمى في كورة الياد. فلازم تكسب النهاردة وحتى التعادل كمان بالنسبة لها هيبقى فيها مشاكل كبيرة. فلازم تكسب النهاردة. يمكن تونس ده الفريق الوحيد اللي هو حصل له دروب اللي هو ممكن ما يطلعش للدور اللي بعد كده.